اوكي يستعد صباحكم جميعا اليوم ان شاء الله بدنا نستمر في في الاسطار الالغورثم بدنا نحكي على الخصائص تبعتوا المحاضرة الماضية حكينا انه الاسطار الالغورثم هو عبارة عن دمج بين خواريزميتين اللي هي الونيفورم كوست سيرش اللي بتعتمد على دالة الجي اللي هي دالة الكوست او دالة التكلفة التراكمية والجريدي اللي بيعتمد على دالة الاتش تمام فالاسطار هو عبارة عن نعمل دالة جديدة اف بتساوي جي زائد اتش وحكينا انه دائما انه انا لما بدي اجي اختار بدي اقرر انه اي نوت بدي اعملها اكس ماند نفترض انه في هذا المستوى وزي هيك انه بروح بجمع هدول اتنين هدول التمانية هدول ستة هدول عشرة هادي دالة الاف تمام فتمانية ولا ستة تمام هادي ستة بس عشان تكون الامور واضحة فبروح بختار هادي النوت لانه الاف تبعتها اقل تمام وباللاحظ انه الجي هنا انه تكلفة تكلفة الانتقال من اس ل اي هايها واحد تمام الان من اي لبي هاي من اي لبي واحد تمام لكن هنا مكتوب اتنين ليش اتنين لانه هادي عبارة عن تكلفة رقمية زائد واحد زائد واحد بهذا الشكل تمام وحكينا انه انا في عندي عمليتين في الكيو ان كيو ودي كيو ان كيو بضع في الكيو ودي كيو يعني بخرج النوت من الكيو وحكينا انه شرط التوقف احنا عنا في الاي ستار الالجورثام بدي ارجع عربطلكم اياها هنا في هادي الخوارزمية احنا هنا انه فبالتالي هنا ستوب هادها هو شرط التوقف بس هاد الكلام ما بزبط انا عندي في الاي ستار ليش لانه حكينا انه ممكن يكون في عندي تو نودز ممكن يكون في عندي تو نودز القول ستيد موجودة يعني مرتين في الكيو كل واحدة بقيمة اف مختلفة فبالتالي لما نبدأ اجي اختار بروح باختار الاقل وعلى هذا الاساس بعمل فبالتالي لما بعمل دي كيو وطبقنا هذا الكلام على يعني هادي الاف هنا الجي وهنا الاتش على بوخارست بدي انتقل من اراد لبوخارست تمام وشفنا انه المسار اللي طلع انه هنا التكلفة كانت 418 لكن الجريدي المسار بيكون انه التكلفة تبعته 450 فهذا المسار اللي انتو شايفينه امامكم باللون الاحمر هذا عبارة عن الباث تبع الاي ستار اما اللي باللون الازرق هذا المسار تبع الجريدي والتكلفة تبعته هنا 450 وهنا التكلفة 418 فبالتالي التكلفة هنا اقل اوكي طف الكاميرا يا استاذ طف الكاميرا يا استاذ اوكي اوكي وحكنا لكم المحاضرة الماضية اوكي انه انه انا في عندي التول هادي حاطت لكم الرابط طبعها يعني ممكن تصلوا للرابط هنا من خلال السلايد وتشوفوا وتجربوا الخوارزميات المختلفة وحيكون في عندكم تدريب عليها ان شاء الله المحاضرة الجي طيب بدنا نحكي على الخصائص تبعة الاي ستار من ناحية بدنا نقارنه باليونيفورم كوست لو شفنا انه 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 من ناحية الديريكشن بدلاحظ انه اليونيفورم كوست يعني لو كانت انا عندي هاي الستارت وهي القول بدلاحظ انه هو ببحث في كل الاتجاهات فعليا فبعمل اكسباند للنودز في كل الاتجاهات اما الاي ستار بعمل اكسباند باتجاه القول لانه فعلا بيستخدم الهوريستيك فونكشن الهوريستيك فونكشن بتديني انه قدش النود هادي قريبة من الستارت فبالتالي انه الاتجاهات اللي بيستكشفها بتكون دائما أو عادة باتجاه القول فهدي شغلة كتير مهمة انه احنا ناخد بالنا منها كذلك لو بدنا نقارن الثلاثة الالغوريثيمز اليونيفورم كوست زي ما تشايفين انه عندي هاي الوزيشن وهي انا عندي انه انا ضايل عندي حبة ما اكلتهاش من من الوايد دوتس فبالتالي انه بلاحظ انه الاتجاه اكتشاف المسارات عادة انه في اليونيفورم كوست انه هو بيستكشف كل الاتجاه هذا اما الجريدي بنلاحظ انه بما انه القول في هادي الجهة ففعليا انه هادي هي الجهة اللي بيستكشفها تمام في او المسارات اللي بيمشي فيها في الجريدي الالغورثيم اما الاسطار هو زي ما احنا شفنا انه هو عبارة عن هاجين بين اليونيفورم فبالتالي انه فعلا الرسمة تبعته جاية بين البنين انه اي نعم صحيح مش مش مكتشف كل الاتجاهات ولكن انه هو موجه نفسه بالاتجاه تبع الـ goal تمام بالاضافة لانه وسع اتجاه هاته لانه هو فعلا انه حجين بين الـ uniform والـ greedy طيب الان يجي الى موضوع الـ heuristic لو بدنا نعمل heuristic function وهذا هو محل اسئلة عندنا كتير في هذا المساق انه كيف ممكن اعمل احنا في بوخارست في خريطة رومانيا شفنا انه اقترحنا انه نعملها نعملها انه هي مع انه هذا الكلام مش صحيح يعني انه ما فيش خط مستقيم واصل بين المودل او طريق معبد مستقيم واصل بين المودل تمام لكن انه هادي الشغلة انه بعمل ايش المخصول بالـ relaxation انه انا ببسط المشكلة لما بدي اعمل heuristic function دايما بدي اشغل على relax problems ايش يعني relax problems دي كمصطلح انه انا ببسط المشكلة وبعمل assumption للتبسيط عشان اقدر اصمم دالة بسيطة فعادة هاي هاي هاد التبسيط بساعدني في تصميم دالة الدالة هادي يعني زي ما شوفنا في نعم انه هذا الـ assumption مش صحيح ولكن بديني مؤشر قديش قرب النود على الـ goal state كمان مرة برجع بذكر ايش هي الـ heuristic function الـ heuristic function هي عبارة عن دالة ابتديني معلومة قديش انه النود هادي قريبة من الـ goal state اوكي طيب لو بدي افكر في شغلة تانية غير غير الـ straight line distance لو بدي ارجع هنا ايش في شغلة تانية غير الـ straight line distance انا ممكن اقترحها كـ heuristic function تفضلي اللي هو الـ traffic او قدش فيه يعني اللي هو مطابات في الطريق او محطة التوقف الكلام اللي انت بتحكي هذا عن الـ g قديش التكلفة بين بس انا برجع بذكركم كمان مرة ايش ايش الـ heuristic function هي عبارة عن دالة بتخبرني قديش الـ state هادي قريبة من الـ goal اللي انت بتحكي عنه هذا g انا بدي اتش الـ h هنا هادي يعني انه 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 انا مثلا هادي او هادي كم بدي اعرف انه هادي اقرب ولا هادي اقرب بغض النظر عن التكلفة او هنا في زحمة او مفيش زحمة انا بدي دالة بترجع لي رقام الرقام هذا بديني مؤشر كديش انه الـ straight line distance انه كديش هادي النوت قريبة فبعمل خط هيك مستقيم وهنا خط مستقيم تمام هنا مثلا سبعة وتمانين هنا مثلا تسعين فبالتالي لا هادي المدينة اقرب لبخارست من هادي فايش ممكن يكون شغلة تانية غير straight line distance اللي انت بتحكيه انه مقدار الـ traffic هو عبارة عن الارقام هادي بين المدن تمام؟ الا اذا انت كنت بتقصدي انه كديش مقدار الـ traffic الكل بين مثلا هادي المدينة او كديش طريق زحمة او صعبة بين هاي المدينة وبخارست بشكل كامل وهادي نفس الشيء بس هل هذا بيديني انطباع؟ يعني اوكي خليني امسح هذا الكلام هل هذا بيديني انطباع؟ خليني اجرب اللي اقترحته زميلتكم انه انا هذا المسار وهذا المسار بدي اشوف كديش مقدار يعني انه الـ traffic هذا اداني مؤشر انه الـ traffic والله انا عندي كيف دي عبر فيها برقم عدد السيارات الموجودة في الطريق هنا مثلا انا عندي 103 سيارة تمام؟ هذا الطريق كله انه عدد السيارات الموجودة فيه 103 سيارة وهذا الطريق مثلا فيه 90 سيارة طيب هذا اي نعم فيه 90 سيارة لكن انه كمسافة اطول فهل فعلا انه ممكن يديني مؤشر انه ها دي جديش انه قريبة؟ نوعا ما مش كتير تقيق طب فيه شغلة تانية ممكن انا اقترحها ايش فيه شغلة تانية ممكن اقترحها؟ خلي بالكم انا هاسئلكم يعني هاجبلكم مثلة زي هيك في الامتحنات فعشان هيك انتو بدياكم انه انتو تجابوا الاتجاه الصحيح مش انه يعني انه انتو تسرحوا في الاجابات تبعاتكم مرة ثانية واقول لك هي عبارة عن دالة ترجعلك رقم الرقم هذا بيعبر عن مقدار قرب النود من القول اعملي تصميم لدالة زي هيك ايش ممكن تقترح؟ يا جماعة هلو ممكن يا دكتور تحكيلي من عند احكيلو من عند سبيو عندي المسافة انت جربت اما لما تحكي لي من عند سورة انت لسه في ضايل يعني المسافة حتكون بعيدة هيك المؤشر هيحكي لي من عند سبيوة تقريبا جربت صح؟ ماشي انا بدي دالة ترجعلي رقم ايش يعني كيف بدي ايش المعادلة تبعتها وايش الصيغة تبعتها الايستار ولا الهيريستيك الهيريستيك نعم هتكون الهيريستيك هتكون لها في الايستار صح؟ الهيريستيك بغض هي عبارة عن دالة كمان مرة يا جماعة استوعبوني اقول انه الدالة هادي للدالة الهيريستيك هي عبارة عن دالة شو الوظيفة تبعتها؟ تعطيني؟ تعطيني تقريب مؤشر مؤشر قديش قرب الستيت هادي من الجول استيت استخدمها في الجريدي استخدمها في الايستار الان هدا مش سؤالي انا بدي اتصممه دالة هيوريستيك ريش الدالة هادي وظيفتها انه عبارة عن دالة بترجع لي رقم الرقم هدا بيعبر عن مقدار قرب الستيت هادي من الجول فهمتوا ايش المطلوب في السؤال بس مش عارفين الجواب ولا مش السؤال مش مفهوم اصلا ممكن نخلي دالة الهوريستيك انها تعبر عن المسافة نسافة ايش؟ المسافة من من المحطة من النقطة هادي للهدف الجول استيت طيب اوكي كده كده تمام يعني انا ممكن ايش اسوي بقول انه انا عندي من سبوي انه انا بدي اقيس المسافة هادي زي هيك فبالتالي اله تبعتها عبارة عن 80 زائد 79 زائد 101 1 تمام هادي هادي اله تبعت سبوي وهنا اله هادي ايش بتساوي بدي افترض ان انا مشيت هذا المسار انه انا عندي 111 زائد 70 زائد 75 زائد 120 زائد 138 زائد 101 1 2 This ف ف هادي 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 300 هادي 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 ميتين وستين هذا ميتين وستين ميتين وستين بالزبط اه اه اوكي مية واحد وتسعة وسبعين بطلع انا عندي مية وتمانين زائد تمانين ميتين وستين ميتين وستين تمام هذا تقريبا انا عندي بطلع حوالي هادي مية واحدة عشر انا عندي زيادة هنا سبعين هنا خمسة وسبعين ستمية وخمستاش ستمية وخمستاش اوكي تمام فبالتالي هادي دلت رجعت مية ميتين وستين وهذا ستمية وخمستاش وبالتالي ممكن تديني مؤشر انه قديش النود هادي انه هي قريبة من القول ف بس في عندي اشكالية هنا بتكن تحكوا ايش الخصائص يعني على سبيل المثال هدا بتعرض شوية مع ليش لانه انا عندي مفيش مش مسار واحد اي 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 انا انا موجود عندي هنا انا عندي برضو هدا المسار هدا زي هيد اللي هو عبارة عن تسعة وست تسعة وتسعين زائد pięتين و11 تمام فهنا بدي يكونفي عندي هنا اتش واحد اتش اتنين اختار اية واحدة فيهم اختار الاقل مثلا هذا بالنسبة لي سيبوي. اما بالنسبة للتيمي سورة انا في عندي هذا المسار وفي عندي هذا المسار زي هيك برضو نفس الفكرة ففي عندي 2H. فبالتالي طريقة حساب ال H هنا بتاخد شوية يعني كcomputational complexity تاخد يعني شوية بالاضافة لجمع هدول الارقام بتاخد يعني شوية وقت. فهذا بضيف يعني تعقيد شوية في الالغورثم. هدا شوية بتعارض مع relaxation. ايش مفهوم relaxation? مفهوم relaxation بسط الامور. بسط الامور خدل straight line distance زي هيك وخلاص هي بتديلك مؤشر انه هادي اقرب وهادي اقرب. فبالتالي بترجع لك رقام معهد. فهيك انا بدي اياكم انه انتو تحللوا. انه انا والله بقدر احدالت كزا. تمام. بس المشكلة تبعتها انه والله لو انا زي ما حكيت زميلتكم انه انه انا بدي ااخد كل ال distance هدول اجمعها بشكل تراكمي. بمشي الحال. بس انا في عندي اكتر من مسار. وبدي اطرح احسبهم. بعدين اخد الاقل. بياخد معي شوية وقت. بياخد معي شوية تعقيدات. فهذه هي الاشكالية تبعتها. لكن كدالة هيوريستيك صحيحة. يعني فيها شيء من المنطق. انه فعلا تديني مؤشر كديش. ال state هادي قريبة من الجول. طيب. في حدا. ممكن نخلي المسافر الاقرب. لها برايوريتي اعلى. ممكن نخلي المسافر المسافة بتقصدي. ممكن توضحي مش واضح مش واضح قصدك بالمروة. انا اصد يا دكتور انه انتو في المسافة الاقرب ونعطيها برايوريتي عالية مسلا دايما ناخد البرايوريتي اللي قبيبتها واحد. يعني بتقصدي انه في هادي الدالة. انه زي هيك انه انه انا طلعت انه اتش واحد واتش اتنين لسبوي وانه انا بروح اختار الاقال. صحيحة. اعلى واحدة. اللي هي اقرب مسافة. ماجي تمام بس انا بحكي انه هذا الاسلوب انه بدي اضطر احسب كل المسارات. تمام? واختار الاقل واضيها اعلى. هذا بتعرض شوي مع رلاكسيشن. انا سؤالي انه. انا اصلي مش انه ناخد كل الطرق لأ برضو المسافة المباشرة من سيباوي لبخارس مثلا. المسافة المباشرة طول. طيب. وناخد المسافة المباشرة يعني مش كل الطرق بس اللي. شو بتقصدي بالمسافة المباشرة هي هي نفسها ماللستریت لاين ديستانس. لستريت لاين صحيح. طب ماللستريت لاين هذه احنا طرحناها هذه الي يعني احنا طرحناها في الاول هادي الدالة. اللي هي. السريت لاين ديستانس جي ما وزي ما هو واضح امامكم هنا Она بدي بدي اعكوم انه انتو تفكروا في 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 طرق مختلفة او في دواء المختلفة للهوريستيك لهاي البروبرل هاي هاي السؤال فازملتكم اقترحت انه انا بدي اجمع المسافات بشكل تراكم هيك اوكي شفنا انه ممكن انه هو يعني بنفع انه هو يكون هيوريستيك بس حكينا ايش المشاكل طبعته في اسلوب تاني ممكن تقترحولي يعني بالت هيوريستيك تانية هي سؤالي تفضلي ممكن نحسب عدد المدن اللي بتمر فيها يعني المدن من طريقة مسوارة هادا فيه مدن كتير وطريق ملفوط نعم اوكي طيب هادا بدي اعتبره انه الاتجاه انه اوكي يعني مش مش وارد انا عندي انا بدي اركز على هاي هاي وهاي هاي عدد المدن من سبوي لبوخرست ممكن احسبها زي هيك هاي واحد تان تلاتة تلاتة اي نعم انا برضو عندي نفس الفكرة انه انا عندي هنا ممكن يكون تلاتة او واحد لو انا بدي امشي هادا المسار انه انه يعني عفوا انا بدي عدد عدد المدن اللي بيناتهم اللي بيناتهم هنا تنتين بدي بدي يكون مش تلاتة تنتين اوكي طيب ايه ايه الان نيجي الهنا اكان مدينه اي انا عندي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة فبالتالي هادي الاتش تبعتها خمسة ايش ممكن يكون كمان انه انا لو بدي امشي المسار هاده اطلع فوق هاي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة او ستة فبالتالي عدد المدن ممكن يعطيني مؤشر بس لو طلبت منكم انه ايش العيوب تبعت هادي الهيوريستيك انه بين كل مدينة ومدينة بعرفش انه في طرق وعيرة او لا او المسافة اعلم اي نعم بتديني انطباعي يعني انا بالمنطق احنا بدنا ندي ذكال الالجوريستيام انه خلي بالك انه كيف انت تعرف انه المدينة هادي اقرب ولا هادي اقرب والله انت لو سبوي بس مدينتين بتكون في بوخارست بس عديلي على مدينتين بتكون في بوخارست وهنا بقول له انه بدك تعدي على خمس مدن بتكون في بوخارست المنطق بقول لا يعلمي بروح بالطريق اللي فيه مدينتين لكن مش دايما هذا صحيح مش دايما هذا صحيح لانه ممكن يكون الطريق اللي فيه مدينتين بس طويل جدا يعني ما اخدت المسافة انا بعين الاعتبار لكن انه ها يعني نوعا ما قد انطباعي زي موضوع لو سألتكم في الامتحان انه شو العيوب تبعت الستريت لاين ديستنس وديتكم الحالة انه انا عندي الستارت هنا والدستناشن هي فقراس اوكي الان الستريت لاين ديستنس انه انا بدي اجعل طلع هو بده يتحرك هيك او هيك صح فبالتالي الستريت لاين ديستنس من نمت لفقراس تقريبا خلينا نحكي مسلا 18 وهنا المسافة هادي 23 الدالة بتقولي انه والله نمت هي لا تروح باتجاه نمت الستريت لاين ديستنس بتقولي بتروح باتجاه نمت ليش لانه هي الاقرب للجول بس فعليا ما في عندي طريق معبدة بين نمت وفقراس هادي كل هالمنطقة لنفترض انه هي غابات او بحيرة فهاي اللي بدي اياه بدي اياه منكم انه يكون في عندكم تفكير نقدي انه اوكي ممكن نقترح دالة كزا بس المشكلة تبعتها كزا ممكن نقترح بس المشكلة تبعتها انه ممكن انه الستريت لاين دستنس المشكلة تبعته يعني اي المشكلة مثلا في الحالة هذي عرض المدن بين النود والتارجت ممكن يكون مؤشر تمام فعلا منطقي ولكن المشكلة تبعته انه اي نعم يعني ممكن يكون بعض المدن انه في بناتها يعني في بينها وبين المدن بين التارجت معدد مدن اقل ولكن ممكن تكون مسافة طويلة جدا او الطريق وعيره كتير او لترافك عالية كتير فهاي العيب تبعها لو بدي انا اخد المسافة المتراكمة بين نود والتارجت هذا بتطلب مني انه انه انا احسب مجموعة المسافات وهذا بتطلب وممكن يكون في عندي اكتر من مصار عشان هيك انه هيتلت دوال صرنا مقترحينها لعبو خرست واتحط الفكرة تمام طيب نيجي للأيت بازل بدنا نقترح هيورستيك عارفين الأيت بازل صح انه ممكن يكون في عندي ستارت ستيت زي هيك وانا عندي هكت هنجاوب على هدول الاسئلة تمام وعندي القول ستيت القول ستيت انه انا افترض اني قردت بالبورد او التايلز تمام بهذا الشكل بطريقة مرتبة بدنا هيورستيك لاي شاولا ايش الستيت تبعتي اللي هو عبارة عن انه شكل او ترتيب يعني التايلز التايلز اللي هي البلطات هدول احنا بنحكي عنهم تايلز تمام بدهيش عدد الستيت تمانية عدد الستيت تمانية تسعة لا 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 في فرق انا ما بحكي عدد التايلز او عدد القطع انا بحكي على عدد المفروض اربعة هما اربعة ستيت بس طب في مرات بنقدر نحطها بثلاث اماكن وفي مرات سنتين طيب طيب انا كم قطعة عندي تمانية تمانية ولا تسعة تمانية بالاضافة للمكان الفاضي هذا السبعة هادي شو احتمال انه تكون موجودة وين ممكن تكون موجودة ممكن تكون موجودة هنا 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 في تسعة اماكن صح والتنتين برضو في تسعة اماكن والاربعة في تسعة اماكن وهذا المكان الفاضي ممكن يكون المكان الفاضي هنا ممكن يكون هنا ممكن يكون هنا فبالتالي انا عندي احتمالات يعني تبديل يعني بين كل الممكنة لكل البلطات بغض يعني كل التوافيق التبديل وتوافيق فبالتالي عدد الستاتس انا عندي تسعة اوز تسعة تسعة اوز تسعة تسعة اوز تسعة هي موجودة انا عندي في سلايد تانية انه اوكي انا هتأكد منها بس اوكي هي تقريبا منطقية زي هيك طب ايش الستاتس انا عندي الستات الترتيب يعني كيف ممكن امثلها في الحاسوب انا اكس وعي ومرت بس اكس وعي هي مش ممكن انه امثلها بسترينج كيف يعني خليني بس اشغل الاسد 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 لا لا احنا بنحكيش على الاكشنز سواني بس اشغل النات اشتركوا في القناة اوكي خمسة خمسة ممكن امثل المكان الفاضي يائما بزيرو او ممكن احط اندر سكور تمام خلينا نعملها بزيرو تمام ستة تمانية تلاتة واحد تمام فبالتالي هي عبارة عن string ممكن تكون زي هيك انه سلسلة من string انه كل تلاتة بيمثلوا صف انه هذا الصف الاول هذا الصف التاني وهذا الصف التالت اوكي طيب ممكن يكون في عندي state تانية ناخد هذه هذه و S2 S1 ايش انا عندي تلاتة سبعة واحد اوكي اوكي فهذا هذا جواب السؤال الاول اللي هو what are the states ايش هي the states تبعتي انه انا مثلتها بالطريقة هذه اوكي طيب قديش عددهم عددهم انه شفنا انه قديش الاحتمالات انه عدد the states كلها كل الاحتمالات الممكنة انه تسعة مرفوع على القوة تسعة ايش ايش الاكشن أما الواحد هادي تمام شو الخيارات الممكنة لها بس انه هي تروح باتجاه واحد اللي هي الواست طيب هنا الستة ممكن تيجي هنا أو الثلاثة ممكن تيجي هنا الخمسة ممكن تيجي هنا فبالتالي كل الانتجاهات يعني متوفرة بس على تايلس معينة زي هيك طيب how many successors from the start state شو المقصود بهذا الكلام المقصود بهذا الكلام انه انا عندي هاي board هادي state ايش ممكن افرع يعني دي افترض انه انه انا عندي هادي هادي start state كم تفريع ممكن اعمل حسب الboard هادي اربع اربع الستة ممكن اجيبها هنا الثلاثة ممكن اجيبها هنا الخمسة ممكن اجيبها هنا واثنين ممكن اجيبها هين هاي اوكي فطلعنا عندي اربعة بوردز مختلفة هاي المقصود بهذا السؤال انه طيب لنفترض انه انا في مرحلة ما انه انا هادي الستات هي نفسها هاي اوكي هنا قديش تفريع ممكن افرع تلاتة ليش تلاتة انت حطت الاربع والتمانية والست الان التمانية موجودة هنا تمام ممكن انا احركها هيك او احرك التنتين انزلها تحت صح او فبالتالي تنتين مش اربعة صح انا بحكي عن فرضية انت حكيت انه التمانية لسه متحركتش التمانية بدي افترض مكانها هنا هيك تماما هي موجودة في النص تمام التمانية موجودة هنا ايش ايش في عندي خيار التمانية انه او او عفوا خلينا نعتبر انه التمانية موجودة هنا هيك بصيره تلاتة ليش تلاتة اي اه او اوكي عشان استني هان جيت انا استني الان التمانية موجودة هنا في عندي خيار احرك التمانية هيك خيار احرك الاربعة هيك وخيار احرك الستة هيك صح فهيك بصير تلاتة اوكي مزبوط فمرات انه بكون في عندي هنا اربع تفريعات ومرات بكون في عندي تلاتة تفريعات وفي حالات اخرى بمكن يكون في عندي تفريعتين بس زي هذه الحالة مثلا انه التلاتة الواحد بتيجي هنا والتلاتة بتيجي هنا فممكن يكون في عندي في حالة تانية انه تنتين بس زي ايه هاي السكسسور يعني يعني البلانش دايما بزرط ايش اله السكسسور الستيت ايش الستيت اللي بعديها تماعا طيب ايش الكوست الان عند الانتقال من هادي النود لهذي النود كديش الكوست من وين يا دكتور عند الانتقال من هاي لا هاي قديش الكوست كيف ممكن اعرف الكوست هلأ هادي هي اخر واحدة على الشمال يعني هي اسهل واحدة فممكن الكوست اسهل اشي لما انتقل علي وراها ربما حاولنا انا بس بدي مكان فاضي انو انا ارسم فيه اوكي ممكن اعمل شير لا وايت بورد اوكي الان انا عندي هاي الستيت تر ممكن اللي تلاتة واحد اربعة خمسة خلينا اعتبرها هادي فاضية انو ستة تمانية سبعة فيش الرقام اللي باقي اتنين تمام الان انا انتقلت من الستيت هادي للستيت هادي اللي هي نفس الكلام بالضبط ثلاثة واحد اربعة بس الخمسة روح تحركتها هنا فبالتالي هنا صار فاضي هنا خمسة ستة تمانية سبعة اتنين شو تكلفة الانتقال من هاي الستيت لهاي الستيت ببساطة واحد رقنا واحدة بالضبط شو هاي اللي بدي اوصل له الان معنى ذلك انو انو بدي اجي انا افرع زي هيك بغض النظر عن الحركات كل حركة انا بسويها يعني ممكن هادي تكون هاي وفيها ثلاثة تفريعات زي هيك كله بدي اثبت ال COST انا عندي الانتقال من نود لنود تانية وحايد بدي احطها هيك واحد 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 لانه كله عبارة عن حركة واحدة تحريك تايل هيك او هيك هادي ال COST بعتها واحدة تمام يبقى جوابنا على هذا السؤال كمان تمام جوابنا على كل الاسئلة ضايل السؤال الاهم ما هي ليه يوريستيك ايش يا جماعة ما هي اقتراحاتكم قبل ما امسح اللوح كيف ممكن اعرف انو والله هذه النود قريبة من ال GOAL عشان اقدر احدد السؤال السؤال انو انا عندي هاي بورد زي هيك في عندي خيارين ممكن افرع زي هيك وممكن افرع زي هيك كيف بدي اعرف انو هادي اقرب من هادي لل GOAL هاي ال GOAL STATE كيف بدي خيارين بدي خيارين فاقشون اش مقتراحاتكم للي هوريستيك فانشون هم ها 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 ممكن يا دكتور عن طريق الكوست الكوست هي التحركات مثلا الواحد هنا هيكون اقرب لساود الوست مش ال نورث است ووست ونورث وساود مش هيكون هنكون بعدين على تساود زي هيك ممكن بالاتجاهات ماذا يعني بالاتجاهات مهند ماذا تقصد انه الرقم اللي من يمينه واكبر من يساره الرقم اقل من يمينه واكبر من يساره ممكن يا دكتور انه تشابه اماكن الارقام بين اللي حدثوا للجول يعني انت هنا انت اوكي بدك اياها انه مرتبة زي هيك انا 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 فاهم قصدك انه انت بدك الاثنين تكون اكبر من الواحد صح بس ممكن انه يكون فيه عندي الترتيب هنا واحد وسبعة والسبعة الكونديشن ككونديشن انه هي اكبر من الواحد يعني زيها مثل ها مثل الاثنين بالزبط فممكن انه يكون قصدك انه يكون حاصل الفرق بيناتهم واحد اثنين ناقص واحد واحد اذا كانت هذي شغلة اه يعني اتحققت معنى ذلك انه انا قريب من القول بس وين الاشكالية عندي الاشكالية عندي انه لو كانت انت عندك هنا سبعة وثمانية الفرق بيناتهم واحد اي نعم صحيح لكن هدول مش في مكانهم الصحيح يفترض يكون هنا سبعة وثمانية تحت مش فوق هذا هو التفكير التحليلي انا بدي اياك انه انت تجرب زي هيك انه انت اقترحت انه انت بدك بده يكون انت عندك الرقم اللي على اليمين اكبر من اليسار هيك انا فهمت منك تمام ماشي اي نعم لكن الاشكالية تبعتها انه لو بدي اخد انه اكبر من انه ككونديشن انه true false يعني المشكلة الاولى انه مثلا ممكن يكون في عندي هنا اثنين وسبعة وهنا اعفوا خلينا ناخد شغلة انه اه اوكي اثنين وسبعة واثنين وثلاثة الثنين بيشيبوا true اثنين اكبر من الثلاثة true والسبعة اكبر من الثلاثة فما بديدي انتباع فالاختراح التاني قلنا انه بدي يكون حاصل الفرق بيناتهم انه واحد ثلاثة ناقص اثنين واحد تمام وهنا سبعة ناقص اثنين خمسة فبالتالي انه اه هادي ابعد هادي اقرب للقول لكن هادي ابعد لكن المشكلة اوين بتيجي لو اجتني حالة انه كان في عندك مثلا سبعة وتمانية حاصل الفرق بيناتهم واحد لكن احنا ببعيدين كل البعد عن القول طيب طيب في اقترحوا انه اكم سطر مرتب صار للقول اكم سطر مرتب انه انت بتاخد السطر هادا كله هيك بلوك انت جربت على فكرة طيب تمام بس قبل ما انا اقول虹 انه ايش الحل ممكن يكون بدي انه في حدا ان كان بتيحكي او بدي بطراح في م portrait في كان حدا ان بدي اعمال مداخلة دفتور نطلع على الحدث قديش فيه ترتيب متشابه بينه وبين القول ايش يعني الحدث قصدك قديش فيه ترتيب بينه وبين القول ايش فيه تشابه في الترتيب بينه وبين القول تشابه هذا يعني انت قربت برضو فممكن انه احنا لايهورستك تبعي انه number of tiles misplaced تمام ايش معنات هذا الكلام انه number of tiles misplaced معنا ذلك انه بدي اعد عدد التالز اللي مش في مكانها يعني السبعة في مكانها السبعة مكانها هنا لا يبقى واحد زائد لاثنين في مكانها لا لين هاي مكانها واحد زائد الأربعة مش في مكانها الخمسة مش في مكانها هادي مش في مكانها الستة مش في مكانها التمانية مش في مكانها الثلاثة مش في مكانها الواحد مش في مكانها فبالتالي هذه تقريبا الناتج تبعها H عفوا ال H تبعها 8 اللي عبر عن 1 زائد 1 زائد 1 اللي انت بتعدى على the details اللي مش في مكانها الصحيح طيب نيجي هنا هذه وبدي اعتبر التمانية موجودة هنا تمام ثلاثة في مكانها لا السبعة لا الواحد لا اثنين لا اربعة A الخمسة A تمام الثمانية لا وهذه لا وهذه لا فهذه قديش ال H تبعتها 6 واضح تمام يعني ال H رجعت لي رقم فعلا انه هذي اقرب من هذي هذي قديش حكينا تمانية هذي ولا واحدة منهم في مكانهم الصحيح هنا انا عندي تنتين في مكانهم الصحيح الاربعة والخمسة لاحظ انه هنا اشتغلنا على relaxed problem تمام انه بس مجرد انه فرضية بسيطة يعني فعلا ببتديني مؤشر او indication قديش انه هذي ال state قريبة من ال goal انه انا بروح باعد التايلز اللي مش في مكانها مع انه ممكن يكون انا عندي ترتيب معين انه بس على سبيل المثال انه يعني بس two tiles اللي مش في مكانهم الصحيح لكن انه وضحهم في مكان الصحيح بتطلب مني حركات كتيرة تمام فهي بس مجرد انه function ابتديني مطبعه وبتشتغلي بشكل كويس اوكي طيب الان هذا الكلام كيف بدي اختبر انه لهيريستيك هذي كويسة ولا لا بروح بجيب بعد ما عدينا اربع ستيبس بعد ما عدينا تمانية ستيبس بعد ما عدينا اثناشر ستيبس فهنا في ال uniform cost search بتطلعنا عندي مية ونعاش وهنا 6300 وهنا عدد details اللي تحركت 13 و 39 حاجة هاي الارقام بدنا نقارنها بايش ودي اقترح هيريستيك تانية ليش اللي هيريستيك التانية اللي ممكن اقترحها يا جماعة تفضل العكس يعني عدد الحركات اللي في مكانها الصحيح عدد الحركات اللي في مكانها الصحيح لا هيك احنا عادة انو الحركات اللي في مكانها الصحيح بيصير انو هي الخوارزمية دايما بتشتغل انو دايما بتختار الاصغر سواء كانت جي او حتى اف فما نعم انو هي نفس الشغلة يعني ما فيش تغيير حقيقي ايش ممكن يكون في عندي شغلة تانية هذا التلميح ما اعطاكم مش اي حاجة اي فكرة انو تجد من السفر فعلا كنا من مناسبة كيف يعني انو تخيلني انا هو يعني شايف كيف علامة الخجل عنده انو هو طلب منو انو يرتب التايلز راح فرطهم كلهم وراح يرتب فيهم زي هيك من السفر بدون ما يحرك يعني هنا انت انت بتظلك تحرك يعني زي هيك لغاية لما انت ترتبهم تمام افترض انو انت رحت اديت هادي الات بازل لواحد وقلت له رتب لي ايهم راح فرط لك اياهم وركب لك اياهم من اول وجديد يعني فرطهم يعني فك فك البلطات فك التايلز القطع هدول ممكن انو احنا نعمل ريلاكسيشن يساعدنا في هذه الشغلة افكهم وارجع اركبهم هو انو افكهم وارجع اركبهم يعني هذا مجرد تلميح بس ايش ريلاكسيشن الثاني ممكن يكون الريلاكسيشن الثاني انو بنا نعد عدد الحركات اللي نحط التايل في مكانها الصحيح تمام هذا الريلاكسيشن يعني انو انا ممكن انو يعني الاسمبشن انو بفترض انو انا كل تايل ممكن احركها في اي اتجاه بحرية بدون ما يكون في عندي عوائق يعني على سبيل المثال السبعة السبعة انا وين مكانها الصحيح ايو هنا صح تمام فانا ممكن احركها زي هيك في هذا الاتجاه او زي هيك طبعا هذا الكلام مش ممكن واقعيا مش ممكن برجع بذكرك في انو انو انت فعليا ما في عندك خط مستقيم طريق معبدة كخط مستقيم بين مدينة كزا ومدينة كزا بس انت افترضتو خط وهمي هذا ليش انو كده لا انو بدك بدك تجيب انو كديش انتباع انو هاتي المدينة قريبة من التارجت تبعي فانا بدي افترض برضو نفس الاشي وهنا برجع بذكر يعني بأكد على موضوع ريلاكسيشن انت بتعمل اسمبشنز ريلاكست اسمبشن يعني بدون قيود بتقول انو والله السبعة عشان انا احركها لمكانها الصحيح بتطلب مني حركتين عفا مش حركتين هاي حركة تنتين تلاتة يبقى تلاتة تمام الان التنتين التنين هذي عفا عشان تكون في مكانها صحيحة كم حركة بلزمها بس هنا وزيحة هنا صح زائد واحد زائد الاربعة اكم حركة بلزمها هاي واحد تنتين صح وهكذا اوكي فبالتالي هدول انو تلاتة زائد واحد زائد اتنين في الاخير بطلعنا عندي نتيجة 18 فممكن تكون انا عندي مثلا استيت انو هذي قديش قريبة من القول 18 استيت تانية نيجي هنا مثلا هذي هذي تلعت 18 استيت تانية والله ممكن تلعت هذي عشرة اوكي هذي اقرب اوكي بتحط طيب الان في الجدول هذي برضو بنجيب الافرج نود اكسباندد وين اوبتيمال باث هاز اربعة ستيبس تمانية ستعاش الان عدد التاج اللي تحركت هنا 13.39 تمام وين 13.39 نفس الفكرة بالظبط بس ايش الافرج نود اكسباندد هنا 12 وهنا 25 لكن هنا انا عندي الارقام اكتر 126.000 فواضح جدا انو الهوريستيك هاي افضل الهوريستيك هذي افضل باستخدام المنهات تمام ليش لانو يعني بتديني معلومات اضق اكتر انو قديش النود هذي بعيدة عن القول فبالتالي بتساعدني في اختيار النودس اللي انا بدي اعملها اكسباند فالان انا كيف اختبر هيوريستيك فانكشن لو انا مثلا صممت تو هيوريستيك فانكشن او تنتين هيوريستيك فانكشن لبروبلم معينة فكيف بدي اختبر اداءهم بروح باستخدمهم في سيرش الالجوريثم وبشوف عدد النودس الاكسباندد للأوبتيمال سوليوشن للأوبتيمال باث والله اليوريستيك اللي بتعطيني عدد نودس اكسباندد اقل هي بتكون الافضل وتحط تمامي جماعة طيب في اي سؤال لغاية الان اوكي طيب هيك منكون خلصنا الاس تار فكما نخص للموضوع الاس تار يعني بيستخدم الجي والاش مستخدم دالة الافي عبارة عن الباكورد كوست والفورورد كوست هيك منسميها تمام الجي والاش والاس تار هو بكون افضل الالجورثم اذا كانت الهيوريستيك كونسيستنت صممت الهيوريستيك بشكل مبتاز يعني هو كالجورثم ما بشكي من شيء لكن انه عشان دايما انه انت تحصل على اوبتيمال لازم تكون انه الهيوريستيك تبعتك انه مصممه بشكل جيد تمام فعشان هيك انا بحكي انه الهيوريستيك ديزاين is key often use relaxed problem ودايما تركزلي على الريلاكسيشن ركزلي على الريلاكسيشن لانه الريلاكسيشن يعني بيساعدك كتير انه انت تصمم هيوريستيك فونكشن بتعمل assumption قد تكون ال assumptions هذي غير واقعية ولكن تساعدك في التصميم وفعلا بتكون الدالة بتديلك انطباع قديش انه انت كريب من الجول كذلك من ضمن الشغلات اللي اللي انه بدنا انه احنا نحطها في السمري هو موضوع الالغورثم زي ما ذكرنا انه انه انت بتديده ال problem بالاضافة ل نود معينة والنود هذي بروح بعملها expand حسب ال strategy تمام؟ فهذا هو الشرطين انه اذا كانت انه goal test لل problem والنود هذي الحالية فبالتالي انت بترجع النود بترجع الحال else بتروح بتعمل expand لهذي النود كذلك من ضمن الشغلات اللي بدنا نحكيها في الملخص قصدية ال one q انه الالغورثم هذي كلها سواء كان depth first search او pleaded first search او حتى uniform course search بس ممكن انه انا استخدم one q والq هذا ممكن يختلف سواء كان fifo او leafo او priority q وهيك احنا بنكون خلصنا موضوع السيرج انا بدي اقديكم بدي اقديكم يعني احطلك اياهم على الموديل انه ما هو الانسان لندننان لا تشكر لändحة تخرج كيف شهر كيف شغل وهذا ما هو يبدو لا profound رجيهم كأمثلة هادر evaluation function تعرفوا التيك تاك تو كيف ممكن نعمله evaluation function أو كيف نعمله heuristic function كذلك للchess شطرنج هنا حاطت لك مثالين تمام ولقيت بوزل برضو هاي حاطت لك إياها انه برضو كما رجع هنا انه انت تشوف ال8 puzzle هادي كيف انه انه ممكن تعملها الجي والأتش اوكي هاي هادي انه كمثال انه كجي واتش تمام فبديك تطلع على هدول وتشوف يعني اتوقع انه انا ممكن اجيب لك اي لعبة واقول لك انه صمم لي heuristic function لهاي اللعبة او اي problem اقول لك صمم لي heuristic function لهاي problem فحاول انه انت تشتغل عليهم من راسك يعني على الشطرنج تمام وحاول انه تصيغ heuristic function بعدها تطلع على الامثلة شوف قديش انه انت قريب وبعيد وبرضو نفس الشي بالنسبة لبتيك تاكتو هذا بيدي لك امكانية انه انت اتمرن حالك انه انت كيف تصمم heuristic function هيك انا بكون خلصت محاضرة اليوم اذا في عندكم اي اسئلة بابل ما انه اللقاء اذا فيش عندكم اي اسئلة خلينا ننهى اللقاء دكتور هتنزل السيدات اليوم ان شاء الله الان هنزلهم بعض المحاضر ان شاء الله بس عندي سؤال بخصوص الاتفزل او سمحت اتفضل هل اذا الطريقة الاخيرة اللي احنا اخذناها حكيت لنا انه ناخد مثلا النادي الاول اتفضل وبنوديع مكانه الصحيح بغض النظر عنك وكأنه يعني مفيش عندنا التانية صحيح صحيح وكأنه يعني في عندي حرية في الحركة اه تمام هل قيتها لما احنا مثلا نكون حطينا اول ند في مكان الصحيح وبعدها نروح للمدى التاني نحطه في مكان الصحيح ممكن نضطر ان يعني نحط اللي حطيناها دو صح رح تروح على مكان غلط مثلا فهاي تسترد علينا انه فعلا نحلها كلها كاملة كيف يعني اللي حطيناها صح نحطها غلط وطحي اكتر وطحي اسماتي السؤال يعني هل قيتها لو حطين الواحد في مكان يعني النوج اللي احنا اشتغلنا عليها احطناها في مكانها الصحيح ممكن علشان نحل النوج اللي ضايلة كيف نطر نغير مكانها كيف نطر نغير مكانها يعني هنا شوفي امامك على الشاشة الان السبعة السبعة مش في مكانها الصحيح تمام السبعة عشان تكون في مكانها الصحيح ف็BOLD ادر ان الخرق ان انا احركها هاي تمام؟ فبالتالي ان هذه كم يعني هد جديش حركة بالزامة؟ هي واحد دنتين ثلاثة فخلص هيها صارت حين في مكانها الصحيح إيش يعني انه أنا اللي حليتهم بدي ادر انه خلاص السبعة في مكانها الصحيح خلاص حطيتها في مكانها الصحيح مش هتتحرك بعد هيك يعني يعني في مكانها الصحيح ليش لمaczy انه انا اللي حليتها صح انه انا بدي ادر ان خلص مكانها او انه انا مش فاهم سؤالك صح يعني 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 هو فعليا التطبيق هيك بصير انه بشكل مباشر ومش انه منضطر مثلا هيك الاتنين لتحد بعدين السبعة اليمين وهيك لا لا انا بشي على يعني انه انا عندي كامل الحرية انه السبعة هادي التلاتة افترضي انه انا شلتها هيك برا تمام عفوا يعني مش انه انا شلتها برا التلاتة انتي انا فهمت انتي ايش قصدك انه قصدك انه التلاتة الان هادي انه شو بي نصير فيها مش السبعة بده تيجي مكانها اه صحيح تمام الآن التلاتة علشان انه احنا بنحل المشكلة انه وي بده تيجي بده تيجي مكان الخمسة صح اكم حركة بلزمها تنتين هيك احنا بنكون خلصنا بصة السبعة وقصة التلاتة طيب الخمسة مش في مكانها الصحيح صح ايجت الثلاثة مكانها وين مدى نوديها دي اوديها هاي واحد تنتين زي هيك فبالتالي انتي ما في اي نود او ما في اي تايل انتي حركتها انه انتي حترجع تحركيها مرة تانية اوه تمام اوكي هي اسئلة تانية جمعو اذا كان في عنكم اسئلة ما تترددوش اذا شاعر نفسك يعني انه هاد من اكتر المواضيع اللي فيها اسئلة تحليلية عميقة بتتطلب يعني مهارات تحليلية ونقضية ايه przygotalth thinking فعشان هيك ازا انتيش يعني حاسس انه في اشي مش واضح من صفل اليلك اسأل تفضلي نعم مديت沓طرنج اعة يعني افقحت اشي فيها كيف تعجبنيها هيرستي مدي بدك تفكري في الموضوع انهinhos ايش الگول state انا عندي الگول state انه انا اقول checkmate او كش ملك انه الملك انه اي حركة بيقوم فيها خلاص حيموت فهذا هو ال goal state تمام فكيف انا ممكن اصد يعني اقيس اي تايل انه احنا قريبين من ال goal state ولا لا هي شوية صعبة بدي افكر فيها بهذه الكيفية لكن برجع بذكركم مرة تانية بمفهوم ال relaxation اعمل لك assumptions بسيطة تمام ممكن من ضمن ال assumptions هذي انه اقول والله يعني انه يعني انا عندي الشطرنج الابيض والاسود كل واحد في عنده حجار عنده جنود وعنده عنده الاحصانين وعنده الفيل وعنده الوزير وكل الامور هذي كلها فممكن انه احكي انه ال state ال state انه والله ال state معينة انه اقرب للقول انه اقول والله كديش عدد الاحجار اللي انا اكلتهم من الابيض مثلا اذا انا كنت يعني الاحجار تبعتي لونها اسود او العكس صحيح مثلا او انه الشطرنج مش صعبة خالص يعني ليش ما تتعلميها يعني هذا برضو حال تاني اوكي طيب في اسئلة تانية في اسئلة تانية جماعة تمام اوكي يعطيكم العافية وبنشوفكم ان شاء الله في المحاضرة القادمة اشتركوا في القناة